الثامنة صباحة رمواتنا مع موجز لأهم الأنباء مع محمد الشاز شكرا جمانة الثامنة صباحة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث عقد أطرفان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن رئيس السيسي رحب بولي عهد أبو ظبي في بلده الثاني مصر مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات من جانبه أشاد الشيخ محمد بن زايد بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات مثمنا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها ومؤكدا الحرص المشتركة للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح أسيسي بأعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مدبولي أكد خلال مؤتمر صحفي أنه تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023 ليتم تطبيقها اعتبارا من أول إبريل المقبل وأبشاني تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين أكد مدبولي أنه تقرر رفع حد الأعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه كما تقرر إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية إضافية تبلغ مليارين واربعمائة مليون جنيه كما أكد مدبولي أيضا أن هناك قرارات رئاسية لتوفير احتياطي في موازنة العام القادم يصل إلى 130 مليار جنيه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مزاعم روسيا بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا غير صحيحة وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن دعمت أوكرانيا بمعدات عسكرية للتصدي للعملية العسكرية الروسية مشيرا إلى أن روسيا قد تخطط لشان هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة بايدن أضاف أن موقف حلف شمال الأطلنطي الناتو ودول المحيط الهادي موحد في رفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زالنيسكي ضرورة عقد اجتماعا مع نظيره روسي فلاديمير بوتين وذلك لتحديد موقف روسيا من إنهاء العملية العسكرية الروسية في بلاده زالنيسكي قال إنه بدون هذا اللقاء من المستحيل فهمه تماما ما على الجانب الروسي فعله من أجل وقف العمليات العسكرية أكدت السلطات الروسية تنفيذ أول عملية لتبادل الأسر مع الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية وقالت مفاوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إنه تم الإفراج عن الأسر الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة مليتوبول الأوكرانية والذي كان محتجزا لدى القوات الروسية أعلنت السلطات الأوكرانية إجلاء ثمانية ألاف وسبعة وخمسين شخصا إجمالا خلال يوم أمس الاثنين وذلك من خلال سبعة ممرات إنسانية من بلدات ومدن أوكرانية تشهد معارك وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فريتشكوف إن من بين هؤلاء ثلاثة ألاف وسبعة أشخاص من مدينة ماريوبول السحلية المطلة على بحر أزوف والتي لا تزال المعارك فيها متواصلة اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على استراتيجية أمنية تهدف لتعزيز الحضور العسكري للتكتل مع استمرار الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى خمسة ألاف جندي يمكن نشرهم بشكل سريع في حالة الأزمات وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بور إن تهديدات تتزايد واصفا الوثيقة التي ترسم معالم الطموحات الأوروبية في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها مبادئ استرشادية للعمل في الوقت نفسه أوضح الاتحاد الأوروبي في بان له أنه يرى جهوده مكملة لعمليات حل في شمال الأطلنطي النيتو ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة للدفاع الغربي أرسلت اليابان احتجاجا إلى روسيا على خلفية أعلان موسكو وقف المحادثات بشأن عقد معاهدة سلام بين البلدين اعتبر الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيرو كازو ماتسونو قرار موسكو بالانسحاب من محادثات السلام غير مبرر إطلاقا وغير مقبول وكانت الخارجيات الروسية قد أعلنت في وقت سابق وقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع اليابان وإلغاء قرار السفر بدون تأشير للمواطنين اليابانيين إلى جزر الكوريل الجنوبية ردا على قرار فرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية هذه الموجز نذهب بحضراتكم إلى فاصل بعد نكم الباقي فقرات صباح الخير مصر